حققت المشروعات التي أقامتها الدولة لحماية مدن محافظة البحر الأحمر من أخطر السيول هدفها وأشار رئيس مدينة سفاجة ياسر شعبان إلى أن الدولة أقامت عددا من مشروعات الحماية من أخطر السيول بمدينة سفاجة منها ست بحيرات صناعية وخمسة سدود لحجز سبعة ملايين متر مكعب مياه أضاف شعبان أن سفاجة بصدد افتتاح عدد من المشروعات خلال احتفال المحافظة بالعيد القومية منها مدرسة للشباب تقسيم الشباب ومعهد الملحقة الأزهرية ومبنى الضرائب العقارية ومبنى الشؤون الاجتماعية ومبنى إدارة تموين سفاجة ومقر خدمة المواطنين